بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن المضارع التام والماضل البسيط ورح نشوف شون الفرق بين الزمنين أولاً يقول ما نستخدم زمن المضارع التام وما نتحدث عن الأحداث اللي انتهت ما نستخدم إياها زمن الماضي التام مثلاً البارحة السنة الماضية فحدث تم الوقت انتهى خلاص إحنا ما رح نستخدم زمن الماضي التام It was very cold yesterday البارحة شاناً جاء كلش بارد الموضوع حدث تهم خلاص موضوع ما نعلاقه بي فرح نقول له ماضي بسيط بالنسبة للمقارنة أنا علمتكم عليها شلون تجاوبونها مجرد الضيف now بالمضارع وبالماضي تقول له in the past تقريباً present perfect يقول we use a present perfect for a period of time that continues until now الحدث اللي يستمر لحد الآن طيب هنا يقول لك نستخدم الماضي البسيط لحدث finish time in the past حدث انتهى وتم بالماضي طبعاً هذا يمثله كلش مهمة هذه الأسئلة حاول نقراها it has not rained this week هذا الأسبوع الدنيا ما مطرت الحدث مرتبط لحد الآن الحد الآن أكو استمرارية بالموضوع أنه الحدث النتيجة أنه هستجونا زين صافي ليش لأنه ما مطرت يقول it didn't rain last week الأسبوع الماضي الدنيا ما مطرت يعني الحدث تم وانتهت وذاك الأسبوع مو هذا وقايل that last week الأسبوع الماضي لو قايل this week كان معناها الحدث مرتبط بالآن بس هو من قال last week معناها الحدث تم بالماضي ذاك الأسبوع خلاص وانتهى والدنيا ما مطرت فهذه هي الفكرة البقية ذول أمثلة حاولوا تقراها من كلهن يعني وضحت لكم مثال وضحكم بعض مثال آخر حتى تصير الموضوع بعد أسهل يقول هل رأيت بان مؤخرا؟ مؤخرا يعني فهذا حدث قريب مرتبط بالآن هل رأيت بان مرتبط بالآن؟ يابا شفت صديقي يوم الخميس أقول لا لعد أقول لك بان شفته بيوم الأحد من نجا للدوام أنا سألته عن شيء تم بالماضي قبل أربعة يام أو ثلاثة يام على يوم الأحد فهذا هو يعني إن شاء الله فهمتو هذا الزمن يعني ركز لي على المعنى وعلى المفردات وحاول ذن الجمل يعني أنا فضلت أحفظ أحفظ شلون؟ نعم والله أحفظ أحفظ ذن الجمل كلهن تمام عيني؟ يعني أريدك تركز لي عنهن تركيز بحيث أنت من فهم الجمل من تجيك جملة يم الأستاذ حتى لو أغير لك بيها وجيب لك هالفعل راح تعرفها ليش؟ أنت ماخد أمثلة فيا أخوان كثر أمثلة حتى تفهم المادة وحتى تقدر تحل بنفس طريقة الأمثلة تحياتي لكم